اشتركوا في القناة الى تصنيع فئة بيكاب وتظهر الصورة نسخة تصورية لسيارة هيونداي بيكاب القادمة والتي ستحمل محركة 4 سلندر 2 لتر يعمل بنظام الدفع الرباعي من 6 سرعات يدوية هل ستنجح هيونداي فعلا في منافسة تيوتا في فئة البيكاب؟ شاركنا التعليق بالأسفل أخيرا لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناة المربع نت ليصلك كل يوم آخر أخبار السيارات ترجمة نانسي قنقر